السؤال في مجتمع احنا عايشين اليوم طبعا بقولك الكتاب المقدس فيه دم فالسؤال ليه الله اخترر طريق الدم في فداء الانسان لان بدون سفك تأمي لتحصل مغفرة ليه برضو؟ لان الدم فيه نفس الانسان حياة الانسان فواحد هيقدم حياته هيقدم حياته ازاي إلا لما يسفك دمه دي الفكرة اللي الله كانت تملأ فكره وهل احنا بنخيص بمفاهمنا البشرية؟ هل احنا نرسم طريق لله يمشي عليه؟ ولا احنا ملزمين ان احنا نتحكم بالطريقة اللي قدمها ربنا؟ لا والتفاصيل اللي ذكرتها يعني انه لازم يكون بكر ولازم يتكون كاملة بلعب ولازم يتكون طاهرة يعني ذكرت اشياء كتير بس من ضمن يعني التفاصيل خليني اطبع على شخص الرب هتولي زبيح هتولي زبيح اللي كنت عاوز اقوله انه حتى في العهد القديم يعني حتى التفاصيل في موضوع الزبيحة تفاصيل كتير حتى عم بيتكلم عن الزبيحة لان حياة النفس هي في الدم ومشان هيك مش لازم يعني تقتل الزبيحة لازم تدبح وهنا اجت فكرة الكشير او الكوشر احنا منقول عنها الكلمة العبرية بشكل سريع اللي اجت منها الكلمة العربية الحلال يعني لازم تدبح الزبيحة لازم تدبح والدم يسيح يعني الدم يعني ممنوع توكل دم الزبيحة فحتى التفاصيل الدقيقة وصغيرة الكتاب عم بيتكلم عنها تمام يعني لو حبيت اطبق انا عايز زبيحة هتولي زبيحة بس هتولي الشروط دي عايزها دموية عايزها ما فيهاش عيب مين اللي ما فيهاش عيب الا المسيحة اللي ثلاث مرات لم لم يعرف لم يفعل لم تكن فيه وكمان لها مكانة سماية بكر لها مكانة سماية مين يتقال عنه صاحب الافضلية في الكتاب بكر كل خليقة وبعدين هتهالي طهرة طهرة وهتهالي سماوية مرموز اليها بالطير سماوي وهتهالي ابن وحيد لأبيه موضوع محبة أبيه موضوع الفرحة ببيته أمثال تمانية موضوع الفرحة ببيته وهتهولي يتاخد في اليوم العاشر وهتهولي فين الكلام ده؟ هو الكلام ده رص طوب ولا كلام؟ لازم يعني قولي الألباب يقروا ويستعالوا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة